السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج سباق الأمم تقبل الله الصيام والقيام وصالح العمال اليوم سنتحدث عن الصحة الرقمية ما هي الصحة الرقمية التي تتسابق حولها الأمم والشعوب طبعا الصحة الرقمية تمثل ثورة طبية حديثة تجمع بين التقنيات والتكنولوجيز وبين الرعاية الصحية الهدف أنها هي تحسين نوعية حياة الأفراد وكذلك تعزيز كفاءة النظم الصحية طبعا تشمل الصحة الرقمية استخدام التطبيقات الصحية الأبس الأبليكيشنز كما سنرى بعد قليل كذلك أنظمة المعلومات الصحية التي تجمع المعلومات عن المرضى وحالاتهم وسجلاتهم كذلك الأجهزة القابلة للارتداء مثل جهاز يمكن أن يرتديه المريض حتى يأخذ النبضات والإشارات ويرصلها إلى المراكز الطبية والصحية أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص للأمراض مثلا الأمراض السرطانية أمراض البركسون ديزيز كذلك الرعاية الصحية عبر الإنترنت عن بعد الاستشارات والدخول على التطبيقات والأبليكيشنز حتى يقوم المريض بسؤال الطبيب هذه التقنيات بمجموعها لا تقتصر فقط على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية ولكن أيضا توفر وسائل إدارة الأمراض المزمنة وأيضا تعزيز الوقاية من الأمراض وتحسين تجارب المرضى طبعا من ضمن الأمثلة التي تبين التقدم في الصحة الرقمية الأجهزة القابلة للارتداء كما ذكرت وهو عبارة عن أجهزة ذكية فيها مستشعرات ومتحسيسات تعمل على تتبع النشاط البدني مراقبة الحالة الصحية للمريض أو حتى لغير المريض وجمع المعلومات الحيوية مثل دقات القلب وعدل ضربات القلب مستوى الأكسجين في الدم هذه كلها يمكن أن تكون ضمن تطبيقات الصحة الرقمية أيضا التطبيقات الصحية التي تستخدم التي يمكن استخدامها لتوفير وصول سريع وفوري للمعلومات الصحية مثلا تذكيرات لتناول الأدوية إدارة الحالات المزمنة كلها عن طريق الأبليكيشنز عن طريق التطبيقات التي يمكن أن تكون متواجدة على أجهزة النقال أيضا التشخيص والعلاج بمساعدة الذكاء الاصطناعي طبعا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي حتى نحصل على دقة في التشخيص وكذلك يوفر علاجات مخصصة بناء على البيانات الجينية والبيومترية للمرضى أيضا أمر هام وهي الاستشارات الطبية عبر الإنترنت يعني يمكن تقليل من الزيارات للمراكز وسؤال الطبيب بالحضور الفعلي وأنه ما تتم الزيارة عن بعد يعني تقليل الحاجة للزيارات الشخصية وتوفير الوصول إلى الرعاية الصحية في المناطق النائية شخص في مكان في أحد القرى لا تتاح له القدوم إلى المشفى أو المنكس الصحي وأنه ما يمكن عن طريق التطبيق يفتح التطبيق ويتكلم مباشرة مع الدكتور مع الطبيب يسأله يقول له أنا عندي الحالة الفلانية عندي المشكلة الفلانية عندي العراض الفلانية ويتكلم معه ويحصل على استشارات مباشرة طبعا كما هو الحال في موضوع أي تقنية تكلمنا عنها في هذا البرنامج في سباق الأمم توجد تحديات واحدة من هذه التحديات هي الخصوصية البرايفيسي كذلك أمان البيانات قد هذه البيانات تخترق تسرق فهذه ضمن التحديات أيضا حقيقة نقطة هاما جدا وهي فجوة الوصول التكنولوجي The Technical Gap يعني قد شخص عنده انترنت سريع والبنى التحتيئة الرقمية متوفرة لديه فلهذا يحصل على صحة رقمية متقدمة أما شخص الذي يفتقر إلى الانترنت يفتقر إلى الكهرباء حتى فهذه تعيق الوصول إلى هذه التطبيقات وهذه الصحة الرقمية ضمن التحديات حقيقة تنظيم قانون دولي وأخلاقي حتى يضبط الأمور في هذا الموضوع طبعا مع تقدم هذه الثورة تقدم فرصا هائلة لتحسين الرعاية الصحية وتقليل التكاليف خاصة في مواجهة التحديات الصحية مثل ما مرت فينا في كوفيد-19 في جائحة كورونا العالمية ضمن المبادرات الجميلة التي طلعت عليها في تركيا في تطبيق اسمه إي نبض هذا التطبيق يتيح للسكان للناس المواطنين حتى المقيمين أن يدخلوا ويطلعوا على المراكز الصحية الأقرب لهم بل ويحددوا الحجز الخاص بالطبيب يسمى بطبيب العائلة طبيب العائلة يمكن أن تحدد الموعد الذي يمكن أن تزوره عن طريق هذا التطبيق وما هي مثلا الأشعات التي أخذتها ما هي الأدوية التي أخذتها عن طريق هذا التطبيق حقيقة كل ما يخص الأمور الطبية والعلاجية والرقابية والوقائية يمكن أن يكون في هذا التطبيق الجميل أنه فيه أكثر من 28 ألف مرفق صحي فيه 39 مؤسسة مشتركة في هذا التطبيق فيه تقريبا 4.5 مليار عملية تتم عن طريق هذا التطبيق وهو يستخدم من قبل 82% من سكان تركيا أيضا في ماليزيا توجد مبادرة جميلة اسمها المستودع الصحي الماليزي ماي اتش دي دابليو تم إطلاقه في العام 2017 بواسطة وزارة الصحة وهو عبارة عن نظام موطني لجمع وتقديم التقارير الصحية لجميع المواطني الماليزيين ويغطي حقيقة مرافق متعددة ومتنوعة تخص الرعاية الصحية أيضا هذا التطبيق أو هذا المستودع يعمل على مشاركة السجلات الطبية للمرضى مع جميع المؤسسات الصحية العامة في داخل ماليزيا طبعا ضمن التطبيقات الجميلة كانت في ماليزيا تطبيق اسمه دكتر أونكول ولا زال طبعا فيه أكثر من 1500 اختصاصي في المستشفيات الخاصة وأكثر من 100 طبيب عام في جميع أنحاء مملكة ماليزيا طبعا أيضا فيه تعاون بين هذا التطبيق وبين واحد من الشركات شركة الاتصالات الماليزية سلكوم حتى توفر اتصال سريع في الإنترنت لهذا تحقق هدف الصحة الرقمية باستخدامهم لهذا التطبيق تطبيق دكتر أونكول أيضا أيام كوفيد 19 أيام الوباء أطلقت الحكومة الماليزية تطبيق اسمه ماي سيجاهيتارا ماي سيجاهيتارا عبارة عن تطبيق مثل صحتي يعني الكل يتم إدخال المعلومات فيه وكثير من الدول طبعا حول العالم كان هناك تطبيق لموضوع المتابعة المرضى مع اللقاحات وتتبع المناطق الساخنة لانتشار كوفيد 19 أيضا هناك مؤتمر حقيقة هام جدا في هذه المواضيع موضوع الصحة الرقمية أطلقتها ماليزيا اسمه تليميدسين 4.0 هذا يجمع الخبراء مع الممارسين مع الأطباء مع التقنيين مع المقدمية طبعا للخدمات الصحية يجمعهم في هذا المؤتمر تليميدسين 4.0 ويصلت الضوء على أهمية خارج الطريق الرقمية شاملة تتطلب تعاون جميع الأطراف أما من المبادرات العربية حقيقة في الإمارات العربية المتحدة في واحدة من المنصات اسمه منصة صحتي لسجلات الطبية الإلكترونية وتعتبر طبعا الإمارات رائدة في مجال الصحة الرقمية في الشرق الأوسط عمبر أيضا إطلاقها لهذه المنصة منصة صحة يتوفر سجلات طبية إلكترونية موحدة لجميع المرضى في الدولة مما يسهل على الأطباء الوصول إلى المعلومات الصحية للمرضى ويحسن من جودة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية في تطبيق اسمه موعد للخدمات الصحية عن طريق وزارة الصحة السعودية في قطر تطبيق اسمه My Health نفس الفكرة العامة أن هذه التطبيقات تعمل على تقديم الخدمات الصحية وأيضا تنظيم الزيارات إلى المستشفيات والعيادات في مصر في أيضا تطبيق اسمه صحة مصر للتوعية وأيضا المعلومات الصحية الخاصة بالمواطن وتحديثات طبعا حول الأمراض والأوبئة ومنها استخدامه في أيام كوفيد 19 في الأردن تطبيق اسمه حكيم للسجلات الطبية الألكترونية وهو أيضا مشروع وطني في الأردن يهدف إلى تحويل السجلات الطبية إلى النظام الألكتروني بشكل موحد طبعا يسهل على طباء وكذلك الموظفين الصحيين الوصول إلى المعلومات الطبية للمرضى بسهولة وبهذا طبعا سيعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية في الختام نقول أن هناك مستقبل واعد تتنافس وتتسابق حوله الدول والأمم والشعوب في موضوع الصحة الرقمية وهناك تحديات لا يعني هذا الأمر متفقين عليه هناك تحديات في موضوع الخصوصية موضوع الوصول إلى التكنولوجيا لضمان الاستفادة القصوى من هذه الثورة لجميع الأفراد حول العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة